احمد علي صالح يعلن الحرب على شباب الثورة اليمنية ويتوعد ويهدد بهزيمتهم وسحقهم خلال الفترة القادمة اعلن السفير احمد علي صالح الحرب على شباب الثورة الشعبية السلمية الحادي عشر فبراير واصفا اياهم بانهم كلاب مسعورة وان انتقادات رفع العقوبات الدولية عنه امتداد لاطروحات ومنطلقات ثورة الشباب التي وصفها بالافتراءات والاكاذيب وتشويه الحقائق وان لها مقاصد وغايات سيئة متوعدا منتقديه ومهددا مخالفيه بتكريس كل الامكانيات المتاحة لهزيمتهم وسحقهم جاء هذا في بيان صادر عن مكتبه في العاصمة الاماراتية ابو ظبي وصف فيه شباب الثورة الشعبية السلمية التي اطاحت بنظام والده العائلي والمكونات السياسية التي انحازت الى ثورة 11 فبراير وفي مقدمتهم حزب التجمع اليمني للاصلاح واحزاب اللقاء المشترك للمعارضة اليمنية بانهم كلاب مسعورة ولهم مقاصد وغايات سيئة متوعدا منتقديه ومهددا مخالفيه بهزيمتهم وسحقهم وقال في البيان عن اسفه واستغرابه للحملة الاعلامية المسعورة والممنهجة التي يقوم بها البعض عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ضد شخص السفير احمد علي عبدالله صالح منذ صدور قرار رفع العقوبات عنه وعن والده الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح من لجنة العقوبات في مجلس الامن الدولي معتبرا ان انتقادات رفع العقوبات الدولية عنه ووالده قبل اثبات براءتهما من الجرائم التي ارتكباها منذ 2011 امتداد لمنطلقات واطرحات ثورة الشباب 11 فبراير واهدافها السيئة وقال حملة التشويه والاساءة التي يقوم بها البعض للنيل منه او من والده تأتي امتدادا لحملة الافتراءات والاكاذيب وتشويه الحقائق التي دأب عليها بعض الموتورين ومرضى النفوس ممن لم يتعظ من الماضي ابدا ويعرف ابناء شعبنا مقاصدها والغايات السيئة التي تقف وراءها فضلا وليس امرا لا تنسى الاشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس لتصلكم جميع الاخبار في وقتها